السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل أينما كنتم حياكم الله نحن اليوم الجمعة 134 بالمناسبة 10 سبتمبر 2021 والساعة العاشرة إلا ثلاث دقائق مساء وهذا حديثي إليكم عبر اليوتيوب وعبر الفيسبوك أزل في اللون إخواني ستلاحظون في الأيام هذه القادمة أنني سأأتيكم إن شاء الله شوية قبل العاشرة حتى نصل مع نهاية الشهر إلى أن يكون في حدود تاسعة لأننا الآن في الدخول الاجتماعي يعني في كثير من الناس عادوا لأعمالهم وأيضا مدارس جامعات إلى آخره وكثير من أخوة نطلب ذلك وأنا طبعا برغم الضغوطات اليومية يعني لكني سأجتهد بيشرح نكون معاكم في الأيام القادمة دائما قبل العاشرة لكن حاولوا نصل حتى إلى التاسعة إن شاء الله حي الله أحرار أينما كانوا حي الله أحرار الجزائر نسان ورجالا في الداخل وفي الخارج وأحرار البشرية أينما كانوا حيهم الله جميعا أولئك الذين يقفون مع الظالم أو يقفون ضد الظالم مع المظلوم ويقفون مع المستضعف ضد الطاغية ويقفون مع الحق ضد الباطل حي الله الذين يدفعون الثمن ذلك وكثيرين دفعوه عبر تاريخ البشرية ويدفعونه عبر تاريخ البشرية القادم أيضا لأن دائما هناك أنفس خيرة تتقبل وتتحمل الضغوطات وتتحمل الابتزازات والاستفزازات وأحيانا السجون وأحيانا حتى التعذيب والقتل من أجل كلمة الحق من أجل الدفاع على المظلومين والمستضعفين بينما هناك طبعا نفوس أخرى وهكذا خلقت الدنيا نفوس أخرى في الحقيقة مستعدة أن تبيع ضمائرها وتبيع نفسها من أجل دولارات أو روات أو دنانير معدودة سنبدأ بأن مجموعة قضايا اليوم القضية أساسية تتعلق بما يجري في قضية أخونا محمد عبدالله والجهود والنشاطات الجارية وأيضا نحطكم في الصورة في الموضوع إلى أين نتجه وقضية أخرى تتعلق بالإيطاحة بجنرالين سنركز على أحدهما اليوم وهو محمد بوزيد ليس فقط الإيطاحة به كان وطح به قبل ذلك وإنما اعتقالوا منذ بضعة أيام ومروروا على التعذيب الرهيب في مركز عبلة ليسموه معنطر وليسموه آخرين من الأحرار هبلة وهذا كان أحد كبار الجنرالات محمد بوزيد المدعو يوسف قاعد المخابرات الخارجية حتى جونفي الماضي سنتحدث ونتحدث عن هذا الصراع وماذا يعني خاصة أنه أطاح به لماذا عادوه سيكون هذا أيضا من محاور الحديث إضافة إلى مجموعة قضايا أخرى بما فيها الحراك خمسة أكتوبر عودة الحراك كيف تكون ومجموعة قضايا أخرى لكن دعوني نبدأ معكم بقضيتين فرنسيتين على السريح القضية الأولى تتعلق بوزيرة الصحة الفرنسية التي تهمت رسميا اليوم أو التي بدأ لاتهام انتاحها كما يسموها من طرف سجير إذن وزيرة الصحة وتسمى سنرى اسمها أنياس بيزين إذن أنتق تمليح أنياس بيزين هذه لماذا؟ لأن هناك تهم لها ليست بنهب المال كما يفعل الوزراء عندنا وليس بممارسة التعذيب كما يفعل كبار الجنرالات عندنا وكبار البوليس وليس بمحابات أنا جابت لدخوتها أو لدخوتها أو إنما في طار عملها هناك 14500 بلانت ضدها ناس منزعجين من إدارتها للكوفيد لإدارتها للكورونا ويعتقدون أنها أساءت الصلاحيات التي لديها وأخطأت في حقهم أو في حق أسرهم فرفعوا لها دعاوي وهي 14500 القضية هي أنها كانت الناس تتوقع أنها لن يكون فيها هناك لن يكون هناك بحث معها لن يكون هناك تحقيق معها لأن ميزون إكزاما في الغالب في الغالب ينتهي في الغالب ينتهي بإجراءات سيئة وفي كثير من حالات الوزراء لما يكونوا في حالة ميزون إكزاما هذه في فرنسا وفي الدول المحترمة عموما فإنهم يستقلون أو يقالون وإذن هذه الوزيرة ليست بن بوزيد اللي عندنا اللي كان معروف بسرقة الأدوات من المركز اللي كان فيه ابن عكنون وتحويلها إلى مصلحته الخاصة وليس أي وزير من الوزراء المجرمين الذين لدينا وما زالوا لدينا سواء كانوا أو ما زالوا في السلطة إنما لأسباب تتعلق بعملها المهني لدينا ملاحظات كثيرة جدا على فرنسا وعلى خاصة منقفنا التاريخي منها إلى آخر لكن الحق يقال أن لديهم قضاء بالرغم أن الكثيرين يقولوا أنه لا يقارن بالقضاء الأمريكي أو البريطاني أو حتى السكنديناغي لكن يبقى القضاء الفرنسي فيه كثير من دولة القانون ومن محاولات لأن أيضا هناك العقلية جاكوبا هذه العقلية اليعقوبية كما تترجم بالعربية المسيطرة على الإستابليشمنت في فرنسا تضغط على القضاءات كثيرا في فرنسا كنا شفنا قبل حوالي شهر أن وزير العدل وزير العدل اللي هو المفروض بين قوسين رب القضاءات يعني كما عندنا احنا يعني زاقماتي انتاح قبل أن يطاح بزاقماتي كان هو ثاني ميزونيك زمان مش فقط دالوا ميزونيك زمان وراحوا فتشوا المكتب انتاعه وفتشوا الملفات الخاصة انتاعه وأعتقد أنه في وضع سيء الآن هو الآخر لكن في فرنسا ليس هذه أيضا هناك قضية أخرى مهمة مهمة وربما لها أبعاد قد تكون قد نجد لها بعض الأبعاد خاصة أن هذه الشركة اشتغلت في الجزائر كثيرا وكانت لها مصانع وكانت لها في البناء وفي الإسمنتو وهي شركة لافارج القضاء الفرنسي اتهم رسميا الشركة هل نشوفكم بالضبط واش قالوا عليهم بأنها أصدرت محكمة فرنسية عليا هذا الأسبوع قرار يقضي بإمكانية التحقيق مع الشركة هذه لافارج بتهمة التواطئ بجرائم ضد الإنسانية بسبب تعاملاتها في سوريا هذه الشركة باختصار حتى لا أطيل عليكم كانت قد جرت كلام كثير في 2014-2015 ابتداء من 2013 من أن لديها تعاملات مع تنظيم داعش وإنها دخلت في بعض الترتيبات لأنها كانت لديها شركات هناك ومصانع ولم تريد أن تضيح ولذلك رفعت ضدها قضايا والتهمها القضاء البريطاني الفرنسي هذه الأيام وقد يسجن بعض كبار مسؤوليها سواء المسؤولين المحليين أو خاصة المسؤولين المركزيين في فرنسا وهم شخصيات كبيرة جدا في الاقتصاد الفرنسي التهموا بأنهم تعاملوا مع هذا التنظيم الإرهابي لكن الأخبار تتحدث في الحقيقة من أن المخابرات غربية فرنسية، بريطانية، أمريكية استخدمت بعض المراكز وبعض المصانع لهذه الشركة أيضا وكانت تستخدمها كما كان تخفي من أجل محاولة إطلاق صراحة آنذا كان يتحدثون عن 30 رهين بغض النظر أين ستنتهي هذه القضية الآن فيه مشكلة يعني فيه مشكلة أن هذه الشركة تقول بالمقربين منها أو حتى بعض الذين كانوا فيها يقولوا بأنهم نفذوا تعليمات تعليمات الأجهزة الفرنسية وقاموا بما طلب منهم أن يقوموا به هذه القضية ستعرض على القضاء الفرنسي سيتناولها الإعلام الفرنسي في حدود ما هناك بعض الإعلام الفرنسي أيضا للحقيقة أيضا لا بأس به صحيح مرة أخرى ليس هو الإعلام الأنجلوسكسوني ليذهب بلا حدود في هذه القضايا متى ما عندهمش حاجة يسموه على ريزون ديتا ولكن هناك أيضا إذن الإعلام الفرنسي فيه حديث عن هذه القضية أعتقد أن ميديا بارت وهو واحد من بين الإعلام الفرنسي المعقول تحدث عنها الموظم ربما نرجع له لأنها قد تعنينا نحن لفارج لأنها كانت لست أدري إذا ما زالوا متواجدين في الجزائر الآن لكن كان عنديهم كثير من الشبهات في الجزائر ومن الأعمال المشبوهة وقد نكتشف إذا ما تم التحقيق عميقا من كان ينهب في الجزائر معهم أو من رشاوي إلى آخره الموضوع هذا يأتي عشية يعني هذا الاتهام لهذه الشركة كان قبل أيام ونحن إذن عشية الذكرى العشرين للأحداث الرهيبة أحداث 11 سبتمبر 2001 تلك الأعمال اللي بدون تحفظ كانت أعمال إرهابية عنيفة مدانة أدت إلى قتل الآلاف في الولايات المتحدة حول ثلاثة آلاف بالضبط يتحدثون عن 2976 قتيل مات تقريبا الأغلبية العظمى منهم في انهيار البرجين طبعا اللي يتابعوني من إخواني اللي جاوزوا العمر الثلاثين بالتأكيد يعرفون ويتذكرون تلك الأحداث التي غيرت أقول وأنا هنا أزنوا كلماتي غيرت مجرى تاريخ البشرية ومازال نحن في سنواتها الأولى السنة العشرين الأولى لكن سيأتي مستقبل آخر وسيكتب تاريخ هذه المرحلة وليقال من أنها كانت واحدة مثل الأحداث ربما قد تشبه أحداث الحرب العالمية الأولى وأحداث الحرب العالمية الثانية بالرغم أنها من حيث الأعداد الذين ماتوا طبعا لا يقارن بما حدث في الحربين هذتين لكن بطبيعة الحال ما نجمع عنها فيما بعد من احتلال لأفغانستان وموت وجرح مئات الألاف هناك أفغانستان أيضا ليتابع العالم بكثير من الصدمة وأحيانا بكثير من الإعجاب أو الانزعاج ما يجري فيها هناك وهو انهيار الإمبراطورية انهيار الجيش التي بنته الإمبراطورية الأمريكية الجيش الأفغاني في مواجهة أشخاص عندما تنظر إليهم تعتقد وكانهم يأتون من موراء التاريخ وهكذا يصورون وهكذا يقدمون وهم ألبستهم وإن كان هذا لباسهم التقليدي الأفغاني إذن أحداث الهروب الأمريكي من أفغانستان وبعد عشرين سنة من الاحتلال ثم الذكرى اللي يتحل غدا ذكرى العشرين سنة لأحداث 11 سبتمبر كلها في الحقيقة بالغة الأهمية ربما إذا جات في الأيام القادمة وكان عندنا شوية وقت ربما نعلق عليها كثير من إخواننا اللي يرسلوني في هذا الاتجاه قال خاصة أنكم عشتوهم ربما نتكلم عليها كيف عشناها إحنا هنا في بريطانيا بلد حليف وحليف جدا خاصة في تلك الفترة اللي كان حكومة يقودها مجرم الحرب طوني بلير رئيس الوزراء آنذاك لكثير من البريطانيين يعتبرونه مجرم حرب بل أن جهات معينة يعني لولا أن هناك لوبيات وقفت في مواجهة ذلك لربما كان قدمة لمحكمة الجرائم الدولية إذن عشناها نحن هنا تحت ضغط رهيب ورهيب جدا من خاصة من الإعلام الأصفر ولكن للإنصاف أن الإعلام بشكل نعم صحيح كان هناك ضغط رهيب على المسلمين عموما في الغرب وخاصة في الدول الأنجلوسكسونية أو الدول الناطقة بالإنجليزية لأن ما يحدث في أمريكا كان وكان ما يحدث في بريطانيا أيضا مثلا أو في أستراليا أو في نيوزيلاندا أو في كندا الأنجلوفونية لكن للإنصاف أن كانت هناك يعني الاعتداءات ضد المسلمين في بريطانيا كانت محدودة جدا جدا صحيح زادت العنصرية صحيح زاد الاعتداءات ضد المسلمين وحيانا حتى مش ضد المسلمين بالمناسبة حتى في الولايات المتحدة أول من قتل كرد فعل على أحداث 11 سبتمبر أنا ذاك أعتقد كان في اليوم الأول كان يوم 11 سبتمبر 2001 كان سيخيا كان رجل سيخيا يلبس العمامة السيخية ويضع اللحية السيخية والسيخية طبعا هي قومية لمن لا يعرفها هي قومية منتشرة في آسيا خاصة في الهند حيث تعتبر واحدة من أكثر القوميات عددا بعد الهندوس وبعد المسلمين قتل إذن هذا الهندوس لأنهم شبهوا بالمسلمين قتلوا قتلوا كثيرين من الأبرياء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين في ردات فعل عنصرية يومها لكن حدثت أساسا في الولايات المتحدة هنا في بريطانيا أعتقد أنها حدث اعتداءات لا تذكر إذا كان فيها موت لكن مما لا شك فيه أن عشنا أشهر وسنوات فالحقيقة سنوات طويلة خاصة في الفترة اللي حكم فيها توني بلير من أجرى من رؤساء الوزرات في بريطانيا كانت قاسية جدا على الناس عموما وعلى المسلمين خصوصا خاصة على الناشطين أمثالنا اللي كنا بطريقة الحال نواجه العصابة آنذاك عصابة بوتفليق اللي استفادت لم يكن هناك فرحة لدى النظام في الجزائر يومها إلا بعد 11 سبتمبر كانت الأحداث كان هناك ضغط رهيب جدا على النظام خاصة بعد أحداث منطقة القبيل في بداية من أفريل 2001 وكانت هناك مظاهرات واحتجاجات والنظام ضعيف النظام بدأ يشعر بالضعف والضغوطات الرهيبة لكن جات 11 سبتمبر فغيرت الموازين بالمناسبة يومها الجنرال توفيق كان في البنتاجون كان في مقر البنتاجون كان بدأ يشتغل مع الأمريكيين حتى قبل 11 سبتمبر على ما يسموه الحرب على الإرهاب الحرب على الإرهاب ولما ضرب البنتاجون بطائرة ثالثة طائرتين ضربت التوين تاورز كما يسمون العمارتين التوأمتين وطائرة ثالثة ضربت مقر وزارة الدفاع اللي هي البنتاجون وطائرة رابعة قيلة بأنها كانت متجهة لضرب البيت الأبيض أو لضرب الكونغرس ولكن صارت مشدات ما بين الخاطفين والراكبين في الطائرة وسقطت الطائرة في مكان ومات كل من كان عليها لكن الطائرة اللي ضربت البنتاجون غاب توفيق وكان معها ثنين أو ثلاثة من الجنرالات وقعدوا يبحثوا عليهم لا درجة أن يومها كان المسؤول الثاني هنا كان درس معايا وصل لرسالة قال بلي أنهم كان هو المسؤول الثاني في السفارة وصل لرسالة قال أنهم لا يجدون توفيق لا يعرفون توفيق مية أو حي كان هذا قبل عشرين عام قد نعود لهذا الموضوع إذا توفر قليل من الوقت في الأيام القادمة من منظور خاصة أن الولايات المتحدة انتبهت من أنها في الحقيقة أن حروبها ضد المسلمين بتبرير الإرهاب وما فيه شك أن العملية إرهابية مدانة كل إنسان عاقل مسلم أو غير مسلم كل إنسان عاقل يدينها وإن كان بعض إخواننا مرات كانوا يجادلونني قل لي لكنهم أيضا يقتلون المدنيين لكن طيب إذا كانوا هما يقتلون المدنيين فأنت حتى في الإسلام لا يسمح لك أن تقتل المدنيين نحن قناعتنا ورأينا في هذا هو أنه لا يجوز قتل المدني تحت أي ظرف كان خارج إطار القضاء العادل الحقيقي اللهم إلا إذا أصدر قاضي عادل حقيقي منصف مش قضاء التليفون العصابة أو ما يشبههم بلدا أخرى حكم بإعدام شخص مدني فهذا فقط في هذه الحالة مع ذلك نحن نرفض المساس بالمدنيين تحت أي مسمى تحت أي تبرير تحت أي مسوق وإن فعلها الآخرين ضدنا لأن إذا كانوا هما يقدروا يفعلوها ضدك فأنت المفروض عندك شيء يقول لك لا ما تقدرش ترد عليهم كما فعلوا هذا فقط كان سراب في فترات طويلة جدا مع بعض إخواننا كانوا حتى يقول لك أنتم لا أنتم رأكم وكأنكم سلمين أكثر من ملاجم وهم ما يفرقوش ما بين هو أنه في القضايا هذه أصلا في القضايا هذه لا تزل وزرة وزرة أخرى يعني كون أن الولايات المتحدة جاءت قصفت في أفغانستان مثلا أو قصفت العراق وقتلت مدنيين هذا رأس الولايات المتحدة هذه وزارة الدفاع وهي المسؤولة عما فعلت أن ترد أنت على مدنيين آخرين لأنهم فعلوا ذلك فأنت ترد على ناسهم لا دخل لهم فيما حدث يعني مش هما أصلا ارتكبوا الجريمة ضدك هذا كان نقاش سريع فذلك الموضوع معقد جدا لكن النهاية في النهاية إنسان العاقل لا يقبل الموت للناس ظلما وعدوانا تحت أي مبرر اللهم إلا بحكم قضائي ولذلك أنا شخصيا كنت دايما أقولها نحن ندين قتل المدنيين في تحت أي سمان في أي زمان في أي مكان وتحت أي مبرر ومسوق إذا لم يكن قرار صادر عن قضاء عادل حقيقي أمريكيين اكتشفوا أن الصين وروسيا خاصة الصين اقتنمت تلك الفرصة التي خاضت فيها أمريكا حروب وسمتها الحرب العالمية بالمناسبة سموها الحرب العالمية على الإرهاب وخاضت فيها الولايات المتحدة وحلفائها حروب تقريبا في 30 إلى 35 بلد يعني تقريبا هذه الحرب على الإرهاب مورست بشكل أو بآخر أحيانا بشكل احتلال وغزو مباشر أفغانستان والعراق ما أدى إلى مقتل مئات الألاف وجرحهم في أفغانستان وفي العراق الحديث على أن القتلى والجرحة بالملايين في الحقيقة والمشردين بالملايين أيضا وأحيانا تكون بشكل محدود مثل اليمن مثل الصومال مثل السودان مثل قصف هنا وهناك في إفريقيا إلى آخره إلى آخره فكانت هذه الأحداث كانت صنعت في الحقيقة وكانت مع بداية القرن وأدت إلى انقلابات أساسية الآن الأمريكيين بدأوا ينتبهوا مثلا قالوا أن الحرب كلفتهم الحرب إفغانستان والعراق كلفتهم أكثر من ثمانية تريليون دولار ثمانية آلاف مليار دولار مبلغ رهيب شديد وكلفهم طبيعة الحال آلاف القتلى من الأمريكيين ومن الجنود الغربيين والحلفاء إلى آخره آلاف الجرحة وربما الذين قتلوا أنفسهم عمليات الانتحار الرهيبة في الولايات المتحدة الذين عادوا من الحروب يعني عدد قتلى الانتحارات أكثر ممن ماتوا في الحروب أساسا يعني مما شافوا من أهوال لكن الولايات المتحدة الآن تنتبه من أن الصين تجاوزتها في بعض المجالات وهي على أبواب تتجاوزها في كثير من المجالات بعدما اقتنمت الفرصة الصين خلات أمريكا غارقة فيما تسمي الحرب على الإرهاب وتكاليفها البشرية والمادية والستراتيجية وراحة الصين توسع في كل مناحي القوى لديها يوما ما شاءت حدث عليه خاصة أن لدينا في الحقيقة بقريت الفترة الأخيرة هذه مجموعة كتابات في هذا الاتجاه قبل أن أمضي في الحديث فقط لأن المرة الماضية كنت لما رديت على السريع في الحقيقة ما كنت حتى أريد أن أرد لكن جاء حديث على السريع وكان أرد على فرحات مهنة مهنة عفواً فرحات مهنة أجا مهنة هو مهنة فرحات مهنة لما قتلوا بأنك للأسف جزء أساسي من الاريتوريك من النظرة اللي فيها استعلاء وفيها عنصرية أنا أتحدث على جزء داخل الماك يعني مش حتى كل الماك على جزء من العنصرية قتلوا أنه يستند يستند إلى أعمال استعمارية وهذه الأعمال الاستعمارية نشرتها لتفتيت الجزائرين وأنه في الحقيقة لم يستطعوا تفتيت الجزائرين في فترة 130 سنة يعني فرنسا عملت المستحيل على فصل منطقة القبائل عن الجزائر وكتب عشرات الأنتروبولوجيست والكتاب في العلم الاجتماع وعلم السياسة والأنتروبولوجيا والعسكريين كتبوا كتب لكي يفرقوا ما بين الجزائرين بين القبائل وغير القبائل هذا الكتاب وانصح بقراءته يعني صراحة مش عارف يكون موجود بالفرنسية وربما يكون أيضا عنده ترجمة بالعربية كتاب مهم للغاية لأنه فيه صاحبه هذا صاحبة الكتاب الحقيقة باتريسيا هذه باتريسيا لورسن مع تقديم لهيورو بيرتز هذا بالمناسبة هذا أنا شخصيا عرفته هنا في منتصف التسعينات نظر حتى بداية الألفين بعدين هو نظر غادر هذا هيورو بيرتز واحد من المتخصصين أو الفاهمين جيدا للأحداث أو للمنطقة منطقة القبائل يعني يعرفها جيدا ونظر حتى يتقن القبائل وهو إنجليزي ومتزوج من مصرية إذا كان ذكرتي جيدا فهو عامل فوروود يعامل تقديم للكتاب والكتاب في الحقيقة يقول لك كيف أن الاستعمار الفرنسيي حاول كسر الجزائريين بخلق أسطورة نفخ فيها على أساس أن القبائل هم نوع آخر ليسوا مثل آخرين مثل السكان الآخرين وهذا كان الهدف هو أنه كالعادة ديفيزي بوريني ديفيزي بوريني الاستعمار ينطلق دائما من مبدأ فرق تسد وهكذا فعلوا في عدة بلدان لكن طبيعة الحال يقول لك بأن هذا لم ينجح في حين نجح في بلدان أخرى لكنه لم ينجح في الجزائر والدليل على ذلك أن الثورة الجزائرية كانت في قلب الشاوية في قلب المنطقة القبائل في عدة أماكن أخرى وربما كان تركيزها الأولي والرئيسي في مناطق الأمازيغ أكثر قال لك هذا دليل على أنهم لم ينجحوا وأن القوة الضاربة للمحتل كانت في مناطق الأمازيغ ومناطق أخرى بإطافة الحال أيضا لكن للأسف بعض إخواننا سواء لأنهم عندهم مرض نفسي هكذا مرض الاستعلاء مرض العنصرية مرض يشوف روحه هكذاك فخدعته هذه الكتب أو الكتابات نتعى الفرنسيين أو نتيجة الاستغفال نتيجة الاستغفال فأنا أنصح بقراءة هذا الكتاب وبنشره على أوسع نطاق ليس من أجل نجي واحد يقول له آه لا شفت أنا بيّننا بل أنت كنت على خطأ لا 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 الهدف فقط هو أنه ما نقعوش لأن هذا الكتاب يكشف الإجرام الاستعماري في محاولات تدمير المجتمع الجزائري عن طريق تقسيمه إلى جيد وسيء إلى من هو مليح ومن هو قبيح ومن هو أفضل ومن هو يعني عقلية عنصرية تماما فهذا الكتاب يكشفها ويفضحها وبالأدلة يعني كتاب كتاب نص بنص يعني يعني دارس عشرات الكتب وعشرات النصوص لهذا وطبعا الكاتبة ما عندهاش علاقة لا بالجزائر ولا بالجزائريين يبدو أنها أمريكية أو تكون بريطانية لا أعرف باتريسيا لورسون فأنصح بقراءات وأنصح لفرحات مهني أن يقرأ هذه الكتابات باش يعرف أن بعض الأطرحات العنصرية أقول بعض الأطرحات ما عندهاش في مجال أو في وقت الرد على الماك أو موش هذا هو الوقت وموش هذا هو المجال لكن حنا نعتبرهم جزائريين نعتبرهم أن الطريق اللي ماشيين فيه هو طريق خطأ وطريق بالعكس يعطي فرصة استثنائية للعصابة باش تضرب الجزائريين ككل وههم يضربوا في منطقة القبيل الآن بشدة وبيقوة ويعتقلوا في الناس واللي يعتقلوه يقولوا له الماك وهذا مش صحيح لأن لا يمكن أن الماك محدود في منطقة القبيل لكن اختنموها فرصة اختنموها فرصة وبعض الأطرحات بعض الأطرحات اللي تقدموا بها خاوتنا في هذا الاتجاه في الحقيقة تغضب الجزائريين الآخرين لأنها أطرحات عنصرية وتعطي فرصة كبيرة جدا للعصابة باش تنفخ في الخصومات ما بين الجزائريين فأنا نصح هؤلاء أن يعودوا إلى وأن لا ينظروا إلى أنفسهم أنهم سيبرمان أو سيبريرو أو بشر أو الإنسان الخير الإنسان المليح يكون فيه بجاية المليح والقبيح وكächen في عنهاب المليح والقبيح وكoshing فيه تمرس المليح والقبيح والأغواط والجلفة وسعيدة وو أخرى ومغنية وباتنة والشلف وسعيدة وهكذا المليح والقبيح في كل مكان المليح في القبيح سواء أمه زاد عند أمه وتتكلم قبائلية فيها المليح والقبيح دائما نجيب لكم ويحيى كمثال قبائلي مثلا واحد من المجرمين الكبار للبلاد بما فيها المنطقة القبائل توفيق قبائلي مثلا واحد من المجرمين الكبار في البلاد وفي منطقة القبائل والناس في 2001 يعرفوا وش صار هناك ومن كان وراها العمليات وجنيرال تواتي على سبيل المثال جنيرال جبار مهنة على سبيل المثال هذوق كانوا ينسبونه على أساس أنهم قبائل لكن ضمارهم لمنطقة القبائل مثل دمارهم لمناطق الأخرى نزار كان ينسب على أساس شاوي لكن دماره للجزائر ولمنطقة شاوية وليس لها حدود العربي بالخير ينسب على أنه عربي لكن دماره للجزائر ولمناطق كلها ليس لها حدود بوتفليقة كذلك على أساس أنه شاوي لكن ضد عقلية شاوية وضد عقلية الجزائرية الأحرار تبون على أساس أنه عربي لكنه ضد عقلية العرب وضد عقلية القبائل وضد عقلية الجزائر الأحرار إذن القضية في الجزائر ما عندهاش علاقة إذا كانت أمك جابتك وبدت تهدر شوية أو تهدر قبيلية أو تهدر عربية ما عندهاش علاقة نهائية هل أنت مع الخير هل أنت مع المظلومين هل أنت مع جزائر مدنية تنهض أم أنت عبيد عند العسكر أم أنت كادياس أو ودياس أو سيدياس أو سمي روحك ما شئ هذه الحقيقة إذن الحقيقة ما هوش أن هناك هذه عقلية عنصرية جابها هتلر وجدت بها بعض النظريات من قبل حتى هتلر اعتمد على ما كان يقوله هيكل مثلا وما كان يقوله آخرين وقبل هيكل كانت هذه النظرية العنصرية موجودة دائما لكن شفنا لما تبناها مثلا هتلر كيف والعنصر الآري وأنه أفضل أفضل عناصر في العالم والجرماني الآري كيف أدى بالهاوية إلى البشرية وإلى العالم أجمع ننصحهم إحنا لي أنه في نهاية المطاف برغم أنهم يقولوا الآن ما هم الجزيريين ولا يريدوا أن يعترفوا بالجزائر وأن الجزائر تحتلهم وكل هذا الكلام السخيف لكن نحن نعتقد أن الغالبية داخل الماك أو داخل هذه الاتجاهات التي تكون شوية عنصرية هي نتيجة لأحداث معينة أو نتيجة لإعتقاد معين خاطئ أو نتيجة لفهم من أن هذه العربية هذا الإسلام ليس هذه الحقيقة الإسلام مضروف في الجزائر والعربية مضروبة والقبيلية مضروبة والأمازيغية مضروبة كل شيء وطني كل شيء مخلص في هذه البلاد مضروب مضروب وتحت ويجيب لك مرات أمثلة أنا كنت دخلت في نقاشات مع طرفين من هنا ومن هنا من حي لآخر يعني يجيب لي أمثلة نردلوا عليها باختصار بسيط نقول له ها هو في الجهة الأخرى أيضا وشكاين آه ما ينتبهش لأنه مرات مرات هذا كل إنسان كل إنسان يولد فيه بذرة من العنصرية كل إنسان لأنها بذرة من الشر لأن إنسان يولد فيه الخير والشر إن هديناه النجدين إما شاكل أو إما كفورة يعني هديناه طريقين يختار هذا أو ذاك لكن في تكوينه يقدر يكون فيه الشر يقدر يكون فيه الخير إما تكون يخدم نفسه باش يكون تخير يفعل الخير يعاون الناس يتصدق يقدم لا يظلم لا يحقرش ما يضربش ما يظلمش وإما يكون من هذا النوع اللي يظلم الناس وفي هذا الظلم أحيانا أنت ظهر العنصرية لأن كراهية الآخر نفوس في العمق انتاحها قد تستحلاها لما الأخر مختلف علينا لذلك لماذا هذا أخواننا الصمر السود يعني وما تعرضوا له عبر قرون من الزمن من عنصرية رهيبة وما زالت حتى في أمريكا حتى هذه العنصريات لأن الآخر شوف رحو أبيض شوف رحو خير منهم أو ضد الأسيويين أو ضد الألوان نحن أو البيض عينه زرق شوف رحو خير أو أعلى أو أفضل وأحيانا نتيجة لللغة وأحيانا نتيجة للمنطقة وأحيانا نتيجة لكل هذه الأشياء يجب أن كل واحد مننا يقتل العنصرية التي في داخله ويبدلها ببذرة خير يبدلها ببذرة أخوة وعلى قول سيدنا علي أن أي إنسان نقولها بأسلوب أنا أي إنسان هو إما أخوك في الدين وإما أخوك في البشري أي إنسان هو أخوك في الدين أو أخوك في البشري إذا ما قبلتوش كأخوك في الدين أقبلوك أخوك في البشري وخير مننا جميعا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب كلكم كلكم كل البشرية لآدم كلنا بني آدم الأبيض والأزرق وليتكلم إنجليزي وليتكلم هندي وليتكلم شاوي وليتكلم عربي وليتكلم فارسي وليتكلم تركي وليتكلم منيش عارف صيني كلنا من أصل واحد أصل البشرية وأصل الإنسانية إذن تبقى القضية هي الأعمال هي السلوك هي وعلينا أن نقضي على العنصرية داخل أنفسنا مهم جدا لأن كثيرا ما تنتقل هذه العنصرية تصبح كراهية ومرات تنتشر حتى داخل البيت أو داخل الشارع أو داخل القرية لأن هذا الإنسان اللي تكبر عنده الكراهية من بعد تتوسع تتفتت تتوزع الجميع قبل أقل من أسبوع كنا تحدثنا على محاولة الاختراق اللي تعرضت لها الأخت خديجة زوجة المقاوم المناضل محمد عبد الله الأسير عند العصابات لم يكتفوا بذلك حاولوا أيضا هذه الأيام قبل ربع أيام أعتقد قبل ربع أيام بالضبط وقع هذا وقعت هذه المراسلات لا مش قبل ربع أيام قبل نحن اليوم عشرة قبل ثمانية أيام بالضبط حدثت هذه المراسلات رح نوريها لكم بسرعة مش عارف لا تخبروا تأخذوا منها كابتير إلى آخره هذه مراسلة ما بين ما بين أختنا السيدة المناضلة آسيا كشود وأحد الأشخاص اللي أراد أن يخترق كان حاول يتصل بها عدة مرات ما ردتش عليه ثم أبعث رسائل ثم ما ردتش عليه ثم ردت عليه أخيرا ردت عليه أخيرا وبعد يقول لها صباح الخير أختي طيب هي تقول السلام عليكم وأختي عيطيلي في الأخر في أمر مهم جدا ويبعث لها الرابط مرة أخرى يبعثوا غبياء مستوى تافي هزيل جدا خلاص الناس عرفت هذا الناس هذا الرابط عرفاته بارك لازم ها ها يبعثين هذا الرابط ردت الرابط وش مكتوب فيه مكتوب فيه واتس أب زايد يو بي أب يعني بالإنجليزية تقرأ أب أيضا بعد الواتس أب كين يو بي وكين بوان أبي كي يعني هذه بوان أبي كي معروف بأنه رابط للاختراق والناس تقريبا ليتابع هذه الأمور كيف يعرفها طبعا الأخت آسيا وصلها هذا كان عندها شك كبير جدا تواصلت مع أحد الأفاضل أيضا اللي بمجرد ما قاتلوا الموضوع قالها لا لا هذا هو معاوة محاولة اختراق قالت هي كانت عارفة لكن أردت أن تتأكد لكنه مازال والحقيقة أن الأخت آسيا كشود وهي مقاومة ومناضلة معروفة في فرنسا وأساسا في سراسبورغ ولكن أيضا في باريس تتعرض منذ بداية الحراك لمحاولات تضييق وتعرضت في الأسبوع الأخيرة لمزيد من التضييق طبعا السب والشتم وهذاك لا مش متوقفين عليه وأدري يتعرض له كثيرين من الحركيين الحقيقين نسان ورجال ولكن هي رحوا حتى للبيت صوروا البيت صوروا لابوات بوستال متاحة إلى آخر عندها كاميرا ونمصورتهم ونمصورتهم ويصوروا في لابوات بوستال وأيضا مرسلات كتابات اتصالات في وقات مختلفة وحتى أحيانا ربما شعورها بأن هناك متابعات لها وكانهم يريدون تخويفها باعتبارها مرأة يخوفوها ممشون عارفين أن هناك هناك بعض النساء في الحقيقة وزنهم يزن كثير كثير من الرجال طرقية ليست مرة أخرى هنا أيضا ليست أن تكون رجل أو تكون مرأة القضية هو مدى ثباتك على المبادئ مدى ثباتك على الحق مدى ثباتك على أنك تبقى مع المظلوم ضد الظالم هذه القضية اللي كثير من الناس يشوفوهم الناس يعني على أساس أنهم رجال يعني ذكور يعني لكن يتبين تصرفاتهم أحيانا لا تليق بالحيوانات وكثير من الناس يشوفوا يشوفوا النساء يعتبر ربما المرأة ضعيفة بطبحها ربما بخلقها إلى آخره لكن في الحقيقة تجد أحيانا بعض النساء يزد يوزن ألف رجل يوزن ألف رجل هذه خبرة وتجربة في الحقيقة مع الزمن شفناها وعيشناها فلن تستطيعوا لا مع المناضلة أسيا كالشود ولا مع زوجة المقاوم محمد عبد الله وهي أيضا الآن تدخل برغم عنها يعني كانت متحملة المقاومة تعزوجها وكل ما يعني ذلك من قلق ومن انزعاج ومن ضغطات ومن كل ولكنها تجد نفسها الآن هي أيضا في هذه المعركة وكل المناضلات والمقاومات اللي يسعون لقيام دولة القانون دولة مدنية مش عسكرية دولة تنهض بهذا الشعب اللي رهي جوى الآن ولي رهي يتعب الآن أكثر من أي وقت مضى في حيننا العصابة قاعدة تتكلم في خطاب لا علاقة له بالواقع إطلاقا إطلاقا حيا الله حرائر البلاد أينما كانوا سواء اللي هما من الخلف وكثيرات هن لنوجه لهم من هنا تحياته الخالصة هذه الجنديات الخفاء حقيقة واللي أثبتت هذه الفترة أنها ممكن يكون النوعية عالية وراقية جدا صراحة أو بعضهن اللي ظهروا بوجوهن وظهروا في هذه المعركة من أجل دولة مدنية من أجل دولة القانون من أجل دولة الحق من أجل أن الجزائر هذه لشعبها وليس لكمشة جنرالات ومن معهم من الفاسدات والفاسدين قبل أن نمضي إلى موضوع أخونا محمد عبد الله واللي بالمناسبة يعني كان هناك شيء جميل أمس وهو يتعلق بالتويتر نحن نتكلم عنهم بعد خلونا أن نمضي كمية الساعة الآن طيب حاولنا نخص لعشرين دقيقة هذا الموضوع على أقصى التقدير لهو إدخال محمد بوزيت المدعو يوسف قائد المخابرات السابق إدخاله إلى المطحنة إلى هبلة إلى مركز هبلة أو عبلة اللي سموهما مركز عنتر واللي مر فيه بتعذيب شديد كان يشرف هو أحيانا على التعذيب كان هو يشرف أحيانا على التعذيب محمد بوزيت لما لا يعرفوه خلينا نشوفوا الصورة منش عارفة المساعدة ربعت لي صورة أم لا نظن نرا فيه صورة خلينا نشوفوها لاحظة من فضلكم بارك باش نوري لكم الصورة يعني باش لما شافوش من قبل أو ما يعرفش الوجه هذا من قبل يقدر الآن يتبين هو هذا أو كشيبان يعني شعب ما عنده شعر نهائيا وما عنده شعر نهائيا لا في وجهه لا في راسه ويضع نظارات وهو كان عينة تتذكرون بعد واقعة فالدوغراس بعد الاتفاق السري في فالدوغراس في صائفة 2013 لما عاد بوتفليقة على كرسي متحرك في الحقيقة كان خلاص بوتفليقة كان منتهي لكن كان سعيد يومها معه القيد صالح أبرموا اتفاق مع الفرنسيين أنا أطلقت عليه يومها اتفاق فالدوغراس تاريخيا ما نحن عارفين لما تكشف هذه الفترة ما نحن عارفوا ما نحن عارفوا وأطباع أسكريين أساسا ففي هذا الوقت واضح أن بوتفليقة بعد أن ضربها بصدمة دماغية وكان عمره يومها يقترب من الثمانين هو من مواليد سبعة وثلاثين كان كام عمره آنذاك كان ستة وسبعين سنة كان ستة وسبعين سنة فكان واضح أنه لن يحكم لن يحكم بعد فالفرنسيين أرادوا أن يكون بديل لذلك فالبديل كان السعيد بوتفليقة في الواجهة والسعيد من الخلف وقايد صالح معهم في يحميهم من محاولات التغيير أنت بوتفليقة كان جرت في شهر ماي جوان 2013 محاولات للإيطاحة ببوتفليقة بعد أن قام توفيق بتحريك أحزاب أحزاب ومنظامات المجتمع إلى آخرين اللي سموها وبدأوا يتحدثوا مع نهاية ماي بين أن الرئيس غايب يجب تطبيق المادة مش عارف كان وش كان يسمى أنا ذلك المادة 88 يجب تطبيق المادة 88 وإلى آخره قبل ما يخرج القيد صالح ويقوم بيان يوم 11 جوان 11 جوان 2013 خرج هولاند الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يومها من يعرف لا 30 لا 31 بالصحة الأرجح 31 ماي خرج يوم 31 ماي 2013 وقال من أن بوتفليقة سيكمل العهدى نتاعه كانت العهدى الثالثة يومها وأن العهدى الرابعة عندما يحين وقتها سينظر فيها الجزائريين فيما بيناتهم لكننا لدينا علاقات جيدة مع الجميع يعني علاقاتنا جيدة بعبارة أخرى مع المخابرات مع الجيش مع بوتفليقة ولا نريد أي مساس بوتفليقة كان الصباح في هذاك الصباح في هذاك النهار 31 ماي الأرجح اتصل المستشار الأمني لفرنسوا هولاند الفرنسي بطبيعة الحال جنرال فرنسي اتصل بتوفيق الجنرال توفيق وقال له الرئيس غاضب منك وراه يقول لك بصرح العبارة ما يجيبش تمس في بوتفليقة وهذا الفيلم اللي رك تدير فيه من تاع الأحزاب يخرجوا والجراي تكتب والمجلات رأنا عارفين شكون هما يعني يعني نقول لكم بلغة يا نعين يعني سمعتها أنا ذاك من أكثر من مصدر فلكن كان تهديد كان تهديد واضح وقال له شوف يا سيد جنرال شوف باش تعرف اللي هذا الكلام موش من عندي رك رح تسمع اليوم فرنسوا هولاند في حوار صحفي مع صحفيين فرنسيين رح يطرح موضوع الجزائع ورح يقول كذا 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 ومنها أهم ما يقول بأن بوتفليقة سيكمل العهد الثالث فرنسا تقرر إذا كان بوتفليقة يكمل أو لا يكمل باش تعرفوا من يحكم البلاد طلع طبعا فرنسوا هولاند وقالها ذاك الكلام طبعا توفيق خلاص توقف لأن الأهمر جات من باريز وباريز هي رب للجميع هناك فتوقف لكن هذه اعطات تشجيع لقايد صالح باش يخرج بيان يوم 11 لأن قبلها بشوية خرج واحد كان يعرف من مجموعة 22 اللي هو أعطاهم الدار أنا ذاك داروا فيها مجموعة 22 وقال باللي يجب أن نطيح ببوتفليقة وإلى آخره فالمهم بعد ما خرج هذا الموضوع انت هولاند قايد صالح تلقى الخيط وخرج بيان من وزارة الدفاع يقول فيها بأن الجيش مع الرئيس وأن لا أحد يمس بالرئيس وإلى آخره يعني بايت صالح أعطى التعهد للفرنسيين ولبوتفليقة السعيد من أنه معهم وهنا في رأيي وانا كنت حدثت عليها أنا ذاك قلت بأن توفيق يصبح أيامه معدودة بالفعل عاد عاد توفيق بوتفليقة إلى مستشفى من مستشفى العسكري هذا والدوغراس وراح إلى في طائرة جاء في طائرة إلى بوفريك ونزل وفي أول مرة الجزائرين شوفوه على كرسي متحرك شوفوه على كرسي متحرك وقد ماتوا الصحافة وروا على أساس كرسي متحرك خلاص هنا ما أقول لهم يقدروا يخفوا ذلك وروا يتكلم بكلام خافت من بعيد لكن لكن المهم بالنسبة إليهم كان أنه يرفض القهوة يعني يرفض في نجال القهوة يومها كتبت مقال أنا وقلت بأنه أوى وقد عاد بوتفليقة هذا الكلام كان في حدث 16-17 جويل 2013 فإن أيام توفيق والديراس ستكون محسوبة ومحدودة وبالفعل بدأ مباشرة بعدها بأيام أطاحوا بآن ذاك بعقيد كان يسمى العقيد عقبة كان هذا مشرف على الصحافة لأن الصحافة الوطن الأسوار الخبر ليبرتي كوتيديان دورو كلهم شنوا هجوم عنيف على بوتفليقة عندما في مارس أفريل وفي خاصة في نهاية أفريل أي يوم 23 أفريل و24 كتبت الأسوار دالجيري وكتبت الوطن كتبوا مقالين خلاصتهم أن عبد العزيز بوتفليقة أو ساعد بوتفليقة ليسوا أكثر من لصين سارقين نهبوا البلاد ونشروا الفساد وأنه يجب أن ننتهي منه هذا طبعا كان أوامر جاتنا عن دير اس هذه كانت من الأسباب التي أدت إلى الصدمة الدماغية لأن أبوتفليقة لم يكن يتوقع أنه يجي وقت وين يقولوا عليه الصحافة واللي هو المفروض رئيس الدولة وهو يقول عليه هذا الكلام صحيح كان مريض لكن هذا طبعا الضغط الرهيب اللي كان ضده كان أدى به إلى تلك الصدمة الدماغية في 27 أبريل 2013 باش نرجعو إلى جويليا بدأوا بالإيطاحة بكبار المسؤولين بتاع المخابرات بدأوا بهذا العقيد عقبة والعقيد فوزي وهذو كانوا مشرفين على الإعلام هما اللي يعطوا الأوامر للجرائد اللي تشوفوها والقنوات واش تقول بمعنى ما عندناش إعلام في الحقيقة عندنا أبواق في كل القضايا اللي تتعلق بما يعتبروه في البلاد أمر استراتيجي من بينها أيضا تمت الإيطاحة بمسؤول الأمن الخارجي مسؤول الأمن الداخلي مسؤول الأمن الداخلي كان طرطاق مسؤول الأمن الخارجي كان واحد يسموه عطافي ومسؤول الأمن العسكري كان جبار مهنة تمت الإيطاحة بهم نهائيا بمعنى أنه تمت قسقصة كل الأجنحة نتع توفيق خلاوة محبوش نحيوه بس نحاو كل هؤلاء في الحقيقة فالدغراس لم يكن فيه الفرنسيين والسعيد وعبده وقايد صالح وإلى آخر كان فيه الأمريكيين أيضا الأمريكيين كانوا غضبين جدا مما حدث قبل ذلك بسبعة أشهر في تيغنتورين عندما قرر الجنرال حسن وكان أنا ذاك يرأس القوات الخاصة على المخابرات بقتل الخاطفين والمخطفين بينما كان القرار الأمريكي الغربي يومها عدم اقتحام المنطقة عدم اقتحام المركز الغازي اللي كان تحت الأياد الجماعات الجماعة اللي استولت عليها كان جماعة تسمي نفسها الموقعون بالدم ونصبت إلى المعروف باللاور نصبت له هذه العملية موضوع آخر ربما تكلمت عليها أيضا من قبل فالأمريكيين كانوا خلاص يريدون تفكيك الديريس لأنهم وصلوا إلى حد أن هذه الديريس أصبحت مشكلة وأصبحت لا تستمع إلى التعليمات التي تأتيها من عند الأمريكيين ومن عند الفرنسيين أي أنهم خرجوا لهم على الحسابات المرتبطة أو الحسابات كانت تقول تبقوا في السلطة أنتم ديريس بوتفليقة إلى آخر لكن القضايا الاستراتيجية انتعنا مش هنتم اللي تقروه وعندما يقع اختطاف أو مش هنتم اللي تقروه وقضايا البترول والغاز في الجزيرة مش هنتم اللي تقروه وقضايا الجماعات المسلحة مش هنتم قبل نحن نخوض حرب عالمية ضد الإرهاب ثم أنتم منفذين مساعدين مش مشكلة مش ممكن المساعد يصبح هو ليأخذ القرارات هذا كان ولذلك غضبوا منهم غضب شديد لأن عمليتي قونتورين انتهت بمقتل المخطوفين تقريبا كلهم تقريبا كل المخطوفين 39 واحد قتل نجاوا بضعة قليلة منهم اللي نجاوا عدد قليل اللي نجا وقتل الخاطفين لكن الخاطفين ما ماتوشقا ثلاثة سلك ولما سلك وذلك ثلاثة وداروا معهم التحقيقات اكتشفوا بأنها في الحقيقة العملية كانت مخترقة وأن اللي كانوا راها هو حسن وحسن شكون هو هو قاعد القوات الخاصة لتع المخابرات وهو أيضا نسيب توفيق إذن بدأ الشك يميل عند الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين من أن الدياريس كانت متورطة في عملية تكنتورين وربما جات كرد على موقفهم لأنهم لم يكنوا قابلين بفتح الأجواء الجزائرية لغزو مال هذه حقيقة وقال وإنصاف أيضا لهم في هذاك الوقت نحن نجاب دين الموضوع هذا كله على هذا يسبوزيت في هذاك الوقت إذن تمت الإطاحة بعطافي عطافي هذا ظل تقريبا 15 سنة أو أكثر حتى وهو قائد المخابرات الخارجية واحد من المجرمي الكبار لم يكن أعود إلى الجزائر أو لا وحد الوقت كان راح الأمريكا يعني كان مختفي هناك لكن لم يكن أعرف إذا مات أو أعود إلى الجزائر أم لا المهم جابوا يوسف بوزيت واسمه الحقيقي محمد بوزيت وعطاوا له منصب الديدياس هذه المدرية التوثيق والأمن الخارجي أي المدرية التوثيق والأمن الخارجي وظل بوزيت يوسف هو الزعيم لهذه المدرية مدرية الأمن الخارجي مخابرات الخارجية وجابوا طرطاك كما تعرفون حطوه هو المدير المنسق للمخابرات سمعنا ذلك منسق المخابرات وجابوا آخرين بدلوهم بدلونا على الأمن العسكري بدلوا على الأمن الداخلي وحطوا طرطاك منسق ويوسف بوزيت أمن خارجي اللي همنا اليوم هو ويوسف بوزيت لأنه كما بدأت الحديث تم اعتقاله قبل أيام وراه مر على التعذيب الشديد ظل في المنصب إلى غاية مارس 2019 يعني بعد ما قايد صالح تأكد أن الحراك سيطيح بالعصابة ككل وأنه بدأت شعراته تصبح أقوى وبدأت تنحى وقع وبدأت ترحله يعني ترحله فثم طبعا كما تعرفون القصة كيف ماذا فعل قايد صالح إلى آخر من بين الذين سقطوا سقط بوزيت يوسف بوزيت وهو من سكان جيش وراه سقط وراه ما اعتقلوش ما اعتقلوش على أساس أنه لم يكن متورد طبعا قايد صالح قام بوزيت واسيني في الحقيقة قايد صالح كان عنده رعب لكن بوزيت واسيني معروف بأنه كان بلدوزير وكان ما يتراجعش وقنع القايد صالح بأنه يستطيع أن يعتقل أكبر رأس في البلاد فطبعا القايد صالح يقول له أكبر رأس هو توفيق يعني قالوا نجيبولك وبالفعل راح أعتقل توفيق وأعتقل طرطاق وأعتقل السعيد وزاد معهم حتى الوزح النون كومبونيس يعني وكان راح باش يعتقل نزار لو لا هروب نزار لو لأن نزار جاته معلومة داخلية أنه ستعتقل في اليومين القادمين فهرب نزار وراح إلى برسلون لكن بوزيت ما مصوش علاش لأنه شافوه باللي في الحقيقة ما كان يعني كانت تجيه الأوامر كان الأوامر جين عن طرطاق وجين عن السعيد وهو كان منفذ وكأنه سيرجون داخل ثكنة وليس جنيرال فخلا وهو راح حتى أنهم طردوه من كلوب دي بان ما أعطولوش حتى الوقت باش يرفضح ويش بكر أنا ذاك واحد من المصادر المقربة منه قال يروا ما أعطولوش حتى الوقت باش يكمل الفيلة في جيج وأنه ما عنده سكن في العاصمة ما عدا ما كان عنده الفيلة اللي كانت عنده في كلوب دي با وأنه راهو غاضب جدا لكن ما عنده حتى خيار ورا يكمل دار في جيج إلى آخر وبالفعل راح هناك لكن كما يقول عندنا انثل روح يزمان يأتي يزمان الزمان هذا كان هو 2019 وأحداثه وكل مجرياته ويموت القايد الصالح أو هكذا قالوا لنا من أنه نصيب بصدمة قلبية وماد ذات 23 ديسمبر 2019 في هذاك الوقت تتغير الأمور تتغير الأمور نحن نعلم فيما بعد وقد تراكمت الأدلة أنه كان اغتيالا تتغير الأمور ويبدأوا يفكروا كيفاش نعاود نجيبوا لنحاهم القايد الصالح وننحوا لدارهم القايد الصالح واحد المهزلة في البلاد واحد المسخرة ليس لا حدود ليس لا حدود راحوا ما عدا ترتاق اللي يبقى لأن ترتاق عنده صراعات أخرى خاصة مع التوفيق ومع آخرين اللي يبقى في الحبس في الغالب اللي كانوا في الغالب خاصة كبار المسؤولين اللي كانوا إما مطاح بهم أو حتى مسجونين خرجوهم بل أن التوفيق يعني شفتوا كيفاش خرج ثم نزار شفتوا كيفاش جافي طائرة رئاسية إلى آخره وعاودوا يجيبون لطردهم القايد الصالح منهم بوزيت عاودوا جابوا بوزيت عينوه في أفريل 2020 عينوه مرة أخرى مسؤول للأمن الخارج آه لكن هذه المرة مع بعض التعديل ما هو التعديل؟ التعديل هو أنهم زادوا له معاه داروا حاجة يسموها الوكالة الجزائرية الدولية التعاون الدولي إلى آخره وهي جهاز مخابرات خارجي تحت اسم وكالة ولذلك أنا يوم أنصحت لأنهم كانوا من بين هذه الوكالة يريدون تقرب فيها من الجزائريين الأساتذة الجامعيين الكبار أطباء مهندسين يعني الناس اللي عندهم مناصب أو مستويات أو نفوذ في الخارج وكانوا يحبوا يخدموهم عندهم بلطجية ذباب كما نرى يخدموا في ذباب كثيرين وكان عارفين يقول لك الكبار اللي يتقربهم منهم يقبلوا فداروا هذه يسموها الوكالة التعاون الدولي إلى آخر انتع انتع هذا الضابط اللي كان عقيد شفيق مسبح بالمناسبة يعني معاها سنيا ولو على 20 هكتار في بوشاوي 20 هكتار كل هكتار في 10.200 مربع باش عزاع ما يدير الزراعة مش عارف يروح يدير الأمن الخارجي والتعاون الدولي ولا يدير الزراعة في بوشاوي طبعا هذيك الأراضي من بعد ستباع قطاع وستباع كما تعرفوا الطريقة إذن هذا هو اللي كان أي أن الأمن الخارجي ولماذا دروا أنا ذاك لأنه توفيق كان غاضب من هذا بوزيت كان يعتبر خائم لأنه بالرغم من أنه كان يشتغل دايما معاه لكن لما جوي عينه واحد مسؤول المسؤول الأول عينه طرطاك بشير طرطاك عينه منسق الأجهزة الأمنية وبوزيت عينه مسؤول الأمن الخارجي في مكان عطاف فتوفيق واللي معه توفيق تبرو بوزيت خائم لأن اللي قبل أن يدي منصب بعد الإيطاحة بتوفيق اللي يوطيح به في سبتمبر 2015 13 سبتمبر بالضبط 2015 تبرو خائم فتوفيق ونزار مع شنغريحة ومع المجموعة قائدي وكذا قالوا لهم شوفوا حلنا نقبلوه لكن خلونا نزيدوه معه واحد آخر اللي هو شفيق مصباح عندنا فيه ثقة أكبر والحقيقة أن شفيق مصباح ذا الملفات الرئيسية عنده بقات ملفات ليبيا والنيجر ومالي والمغرب والصحراء يعني المناطق المجاورة ومتابعة بعض الأحرار بقات عند يوسف بوزيت وإن كان هذه المتابعة يدير فيها شفيق مصباح ويدير فيها يوسف بوزيت يعني متابعة متابعة الحركيين في الخارج خاصة الناس اللي مزعجينهم بحق إذن داروا هذا الاتفاق ما نرفضوش بوزيت نهائيا لكن ندرولو معه مزدوج ازدواجي ازدواجية تقسيم النفوذ إلى اثنين تصبح ازدواجية المنصف آه شخصيا كان رأي أنه بقاء بسيط لن يطول لأن جماع التوفيق كانوا ياخذوا كنقول جماع التوفيق موش توفيق شخصيا توفيق شخصيا مش حيوالي هو المنصف لكن توفيق رأي من الخلف رأي يدير معانا الزار رأي يديروا في الشترانش ومع تواتي ومع مجموعة الجنرالات من الخلف ويجيبوا في صحابهم اللي كانوا معهم دمويين حقيقي بتاع التسعينات هما من بين المعايير اللي اعتمدوها مؤخرا إذا لم يكن دمويا في التسعينات فلن يأخذ منصبة في الجيش أو في المخابرات مفيش اللهم ما إلا على استثناءات قليلة يعني في المرات بعض التخصصات فأضيح بيوسف بوزيت في 21 إذا كان ذكرتي جيدة في 21 جنوبي 2021 يعني مع بداية العام لماذا هما جبدو له مجموعة ملفات والحقيقة جزء من هذه الملفات اللي جبدوهم له صحيح جبدو له ملف أنك فشلت في معرفة العلاقات اللي كانت تبنى ما بين النظام المغربي وإسرائيل والتطبيع وإلى آخره لم تعلم به ورح جام بعد هذا الموضوع واجبدو له موضوع الفشل في النيجر راح ادى ذليزة تعدراهم ولما ادى ها لسيد اللي يعطيها لأبو بشرة هو الآن رئيس النيجر هذاك رئيس النيجر خرج المعلومة وتفضحت ولا تفضيح قالهم جاوي الشوني بزج ملايين دولار اعتقد أو بزج ملايين يورو يومها ثم كانت قضية ليبيا فالجميع النظام هذا اللي يريد أن يظهر وبدأ يستقبل الناس وتبون وعند وجه جديد وما نش عارف لكن النظام الجزائري فاشل تماما في ليبيا فهوما جبدو له ملفات حقيقية تعفشل لكن هو كان دائما يقول وانا هذه حتى قيلت لي من مصدر يعني مرة احذر لقاء كان هو موجود فيه وكان جمع مجموعة من كبار الضباط قال لهم باللي أنا راني ننفذ في أوامركم أنا منش أنا صانع السياسة الخارجية كان فيه فشل فهذا لا يعود إلى كون أننا نحنا في الأمن الخارجي منش قدرين وإنما السياسة ككل الناس مش مقتنعين بها اللي بيين تروح تتحدث معهم على أساس أن نحنا نقوم بدوره نجيبهم جزائري يجتمعوا يقول لك في جزائر رايي الدنيا مهرودة عندكم انتم مرح الحراكة عندكم والناس رايي دير الثورة كيف اجتم تحلوا مشاكلنا حلوا مشاكلكم النيجيرين نقول لهم بالضبط نفس الشي الجزائر كلها ماناش عارفين عليش تصبح وهو النظام بوتفليقة تمت الإطاحة به وشعبكم رايي قائم بثورة وحراك فالسياسة الخارجية والأمن الخارجي لم يكن قادر أن يقدم أي شيء مدام السياسة الداخلية والوضع الداخلي فيه مش فقط عدم استقرار وإنما فيه حراك شعبي يخرج ويقول مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية ويخرج ويقول دولة مدنية مش عسكرية ويخرج ويقول تبون مزور جبه العسكر ويخرج ويقول جنرال أبوبيل جزائر تدي الاستقلال فالنظام ضعيف ضعيف وضعيف جدا ولذلك كل الدول اللي عندها حسابات معها ضرباتهم التحت صحيح ما دارش بيضدوا أي شيء في العلن ففي العلن كلهم مع النظام أو ساكتين لكن في الخلفيات كان سرعات في الخلف لكن كانت القضية وقضية وقت فقط اليوم الاتهامات اللي موجهة له أنه قام بعمليات سرخة وأنه نهب وسرق وأنه عين في المناصب من لا يستحق التعيين بالمناسبة أطحوا معه بواحد السبع كبار مسؤولين أكثرهم عقاداء ثلاثة عقاداء وزوج رواد معنوات لي عندي وجنرال وشخص قيل لي أنه رتبا ربما لي اتناو كورونيل أو كورونيل المهم أطحوا معها مجموعة أو هذه الإطاحة ليس معها مرة واحدة هذه تمت الإطاحة ذلك الوقت بسهل اعتقالات جات من بعد إذن يدخل جنرال آخر إلى السجن عقل 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 يدخل يدخل إلى السجن رسميا عندنا 32 جنرال أو جنرال ماجور راهم في السجن العسكرية طبعا أكثر بكثير لكننا في الحقيقة الأسماء التي لدينا 32 مرات كما تعلم عننا أسماء لا نذكرها وعشرات العقداء ومئات الضباط من الرتب مختلفة أخرى في السجن بما فيه تخيلوا معنا نكون جو فقط للأمن رئيس الأمن الداخلي زمن بوتفليقة ثم منسق يعني زمن توفيق ثم المنسق ورب المخابرات ترطاك في السجن بوعز وسيني الرجل القوي الثاني بعد القيد صالح وهو رب المخابرات في الفترة هذه في فترة أبريل 2019 أبريل 2020 في السجن وبرطبة جندي ومعه عدد هائل عقداء ورواد إلى آخره سواء لدخلوا معه في نفس القضية أو لجابهم من بعد يوسف بوزيد مخابرات خارجية في السجن واخرين واحد آخر بوب هذا كان يسموه بو بكر لا أعرف وكان في السجن طلقوه عاودوا سجنوه واحد ثلاثة أو لربعة ما بين داخلية داخلية خارجية من السجون وكان يرام في السجون من يذر في الحقيقة لما يقول لك يحبوا يضربوا الجيش السؤال البسيط البسيط الساذج حتى من هو اللي راي يدخل في هؤلاء اللي يتسجون من هل المعارضون والمقاومون في الداخل وفي الخارج أم هم جنيرالات صحابهم طبعا اللي جابة بسيطة هم الجنيرالات صحابهم والسؤال الثاني اللي بعده الساذج أيضا لكن هذه قيادة تقولون قيادة الجيش قيادة الجيش قيادة الجيش يعني مقدسة يعني تشوف صحافة وتشوف مقدسينهم طيب هذا المقدسين إذا كانوا مقدسين وكانوا مبجلين ومعظمين و و و لماذا يدخلون للسجون راكم تقولون لصوص بالصحر راكم تقولون قيادة الجيش ما يمكنش يكونوا فيها لصوص هناك تناقض هل هم الوصوص حقا أم هي خصومات وصراعات وإذا كانت صراعات كيف ينحظوا الصراعات في هارم قيادة عسكرية تقول أنها سلية الجيش تحرير وذلك نسمعه شنغريح أو شي يقول ولماذا هذه الأعداد الهائلة من الضباط وكبار الضباط والجنيرالات في السجون ولماذا لا يكاد يمر أسبوع أو أسبوعين إلا ويتم إسقاط جنيرالات وسجن آخرين عندكم سبعين سؤال ما كنتمش قادرين تجاوبوا عليه الذي يسيء للجيش حقا وللبلاد وللوطن وللدولة هم الذين في هرم السلطة في إطار الصراعات القائمة بيناتهم يدخلون بعضهم بعض إلى السجون وحيانا للقبور وما هو قادم أسوأ لماذا مرات يقولوا للناس لكن هذا نظام دخل في بعضها ما يقدرش يسلكها نهائيا يجب يتنحى وقع لكي تسلك ويسلك الجيش تسلك الدولة قبل الشعب والوطن لأن خلاص صراعاتهم وخصوماتهم وللو أصلا ما هو مش عارفين شكون يعني يعني يباد في دار وما يعرفش إليه يعتقل ولا ما يعتقلش ويقدر يكون في السجن يلقرحوا هو رب البلات كين جنيرالات جابوهم من السجن وعطوهم مناصب عليا الآن وكين جنيرالات كانوا في مناصب عليا يلقوا روحهم في في مركز عبلة تحت التعذيب بتاع كابران ولا كابران شيف اللي كان ربما ما يشوفوش حتى من بعيد كون يشوفوا من بعيد يشوف كين يشيف القمر أصبح هو يعذب فيه وكنت حكيت لكم على قصة ذلك الضابط اللي لما جوا يعتقلوه زملاء مش زملاء سيبالتير ننتاعو يعني اللي هو يحكم فيهم قالوا له حضرات احنا أعطيونا عوامر مش نعتقلوه فقال لهم باش يدوه مباشر قال لهم سمحوا لي نبدل حويجي يعني قالوا له روح فأخذ معهم وسدس ومشا معهم ولأنهم كانوا تحتو يعني هو كان سيدهم عقيد فيما أتذكر أنا كنت حكيتها قبل سنة تقريبا في الحديث ما ربطولو شي يديه فجبت الكابوس يقرب من الدخول إلى مركز عنطر وعرف اللي خلاص مدخلينه إلى مركز عبلة هذا القصة أنا في وقتها بوعزة وسيني تعرض إلى تعذيب رهيب جدا والآن مرة مرة يحرضوا عليه كابرانات يقولوا رح أعطي طريحة لهذاك الجندي تخيلوا هذا بوعزة وسيني كان أسمه فقط يرعد يرعد الجنيرالات فاليوم إذن أنا فتنة 20 دقيقة في الموضوح هذا سمحوني تم أعتقاله تمت الإطاحة أيضا ببعلام ماضي وتعيين واحد سماوه مبروك السابع تعرف هذا الأسم إذا صحيح السابع هذا ما نعرفهاش لكن هذا رح نرجع له باش من طولوش موضوع الجنيرالات ونخصصوا جزء لموضوع أخونا محمد عبد الله الجزء الأخير والمهم والأهم في هذا الموضوع ورح نرجع لصراع الجنيرالات ورح نرجع أيضا لجرائم الجنيرالات خاصة في شهر سبتمبر شهر اللي شهد ربما شهر سبتمبر وإكتوبر أكبر المرجازر في تاريخ الجزائر في 96 97 98 نرجع لها هذه الأيام وبشهادات بشهادات لضباط مارسوا أو صف الضباط مارسوا التعديد مارسوا هذه الأشياء بالنسبة لأخونا محمد عبد الله ثابت معلومات الشحيحة اللي عندنا من الداخل لكنها موجودة ثابت جبل صامت وسأصلوا إنهم منعوا عليه بشتروح له الدرهم يعني كما تعرفوا الناس اللي يكونوا في الحبس المحبوسين عندهم الحق في دخول مبلغ معين تقريبا كل شهر لحد الآن ما سمحوش لبش يدخلوا سنتيم واحد سنتيم واحد ما دخلوش للأسف أخونا محمد بالرغم أنه حاول عدة مرات لكن ما ما قدرش يدخن من حين لآخر بمعنى أنه ما يجيدش بش يشري الدخان داخل السجل أو بش يشري حاجة يحتاجها أو مانعين عليه الدرهم صحيح المعلومات التي لدينا حتى قبل بضعة أيام ما تعرضش للتعذيب لكن هناك تعذيب نفسي وهناك محاولة يرسال بعض المساجين لنتاحهم هم ونتاحهم متع المخابرات على أساسا المساجين لكن حابوا يبينوا عليه بأنهم تعرصانات يعني أو يخوفوا فيها أو بعض السجنين لكن لحد الآن المعلومات التي لدينا أنه لم يتعرض لتعذيب مباشر موجودة وإن شاء الله سنفصل فيها أكثر ربما في وقت لاحق حتى نحافظ على مصادرنا هناك شيء اللي ربما تبعتوه من بين الأشياء اللي نورها لكم إن شاء الله المساعد لا يسمع فيه يحط الرابط هذا مقال نشراته نشر موقع مهم في إسبانيا وهذه ترجمة بالإنجليزية هو مقال طويل بالحقيقة وهو منقول عن وكالة الوكانة الكتالونية للأنباء وهي وكالة مهمة مثل يعني وكالة مهمة جداً في إسبانيا وأيضاً عندها امتدادات حتى عالمية وهي مقرها برشلونة هي اللي دارت حوار مع زوجة الأخ محمد وطبعاً عملوا بحث وشافوا الموضوع وكتبوا مقال ربما في خطأين أو ثلاثة في بعض المعلومات البسيطة لكن في الغالب مقال جيد مقال جيد عن قضية محمد عبدالله لكن ليس هذا فقط في الحقيقة هناك عدة مقالات وكنا نشرنا بعضها وبعضها سننشرها وبالمناسبة ره يجري العمل على موقع محمد عبدالله dot org point org محمد عبدالله point org محمد عبدالله مكتوب بكما هو مكتوب اسمه الرسمي محمد m-o-h-a-m-e-d وبعدين عبدالله a-b-d-e مش a e w-a-h dot org هذا الموقع ستجدون فيه في الأيام القادمة كل شيء لأنه موجود في الصفحة أو فيسبوك صفحتين موجود في بعض صفحاتنا في بعض موقعنا موقع الأحرار إلى آخره لكن الفكرة الآن تجميع كل شيء بحيث يكون كما يقول one stop shop يكون مكان واحد موقع واحد باش يجد في الناس كل شيء على قضية محمد عبدالله بتفصيلاتها بماضيها بمحاضرها بما سيقوم به الأحرار إلى آخره من الشيء اللي قاموا به الأحرار أمس الاحتجاجات والاحتجاجات أمس كانت على تويتر خلنا نشوف على السريع بعض هذه الاحتجاجات اللي كانت على السريع أو كانت أمس والحقيقة أنها هز الأحرار وحتى المتعاطفين والمناضلين من أماكن خاصة إسبان هزوا تويتر أمس كان فيها هذا الأمر هل نوريكم تراند ونوصل أعتقد أن أمس كان مؤسس محمد عبدالله كان هو الأكبر في الجزائر ها هو ها هي لمن يريد أن يأخذ صورة في ألجيريا في الجزائر الأول كان لا هو ليس الأول في الجزائر كان الرابع لبيرتاد عبدالله في ألجيريا كان هو الرابع في تراندينج فكانت طبعا اللي قبل واضح أنه راحة جهات لأنها شركات إلى آخر وحدة بارميشن تودانس وحدة باتر كليب في الآخر هذا كلهم في الغالب وراها جهات وشركات هذا تعلي برتاد محمد لبيرتاد عبدالله وراها المناظلين والمقاومين والمتعاطفين الحقوقي المتعاطفين والحقيقة أنها رفع هذا الشعار خاصة لبيرتاد عبدالله ولكن أيضا الهاشتاغ لكن أيضا رفعت هاشتاغ أخرى اللي ربما قلل شوية من الهاشتاغ هذا هو أن كلمة عبدالله تكتب أحيانا بعد طرق أحيانا تكتب عبدالله يعني بعد D يجب A اللهم بعدها وأحيانا تكتب عبدالله يجب U بعد D يعني يجب E بعد D وأحيانا تكتب E و أحيانا تكتب L واحدة عبدالله وأحيانا تكتب زوج هذا خلق إلى حد ما أن الهاشتاغ يتوزع يعني وإلا كان يكون أكثر بكثير ولذلك أنا أقترح إلى إخواني يتبنوا الاسم الرسمي الموجود في الوثيقة نتاع اللي هو محمد عبدالله محمد M-O-H-A-M-E-D عبدالله A-B-D-E-W-Z-A-H هذا هو الاسم الرسمي نتاع إذن كان نشاط كبير جدا والحقيقة مثلا نعطي لكم مثال هذا إسباني هذا إسبان نشر وهذه حسابات موثقة نشر عليه كان فيه حتى صحفيين فيه برلمانيين في هذا مثلا هذا أيضا واسمه روبن وهو نشر عليه أيضا راح نعطيك بعض الإشارات فقط لأنه ما قدرش نقدمهم كلهم و فيه أيضا آخرين خلينا نشوف بعضهم أيضا فيه هذا ماريا دونتاس وهي برلمانية وهنا عاملة بارتاج لتغريدة قنبي أخونا أمير فيها الصور أنت أولاد محمد عبد الله هي عملت لها البرتاج وغير وغيروا عدد كبير من الجزائر في هذه أيضا إسبان أسماء مشهورة برلمانيين حقوقيين وحتى هذه في فضيح يعني نشوف رئيس الحكومة وشنغريحة محمد عبد الله في الوسط والقاز بيناتهم أي أنه في الحقيقة كان له ثمن ذلك إذن كان نشاط كبير جدا وهذا من بين الاحتجاجات الإلكترونية المهمة جدا ونعتبر أنها كان نجاح كبير وإن شاء الله ستعاد في الأيام القادمة خوتنا وخوتاتنا اللي رأيهم مشرفين على هذه الأعمال هما يشوفوا نهار آخر ويعودوا يدروا فيه أيضا حملة ونخبركم أن القضية أنت محمد عبد الله الآن أصبحت أيضا إسبانية إسبانية يعني فيه كثير من داخل إسبانية بدأوا يفهموا التواطئ لحدث داخل الحكومة الإسبانية على الأرجح وزر داخلية هذا مع العصابات هل كان رئيس حكومة أيضا بعلم بلا علم في نقاش في نقاش وفي حديث على أنها سيتم مناقشة هذا الموضوع في البرلمان الإسباني في البرلمان الإسباني وأيضا في منظمات حقوقية هناك في إسبانيا مهتمة بالأمر نتمنى أيضا على منظمات الحقوقية الدولية أن تهتم يبدو أنهم كانوا معاطلين شوية في التحرك يبدو أنه كان فترة الصيف سنرى هل هي فترة الصيف أم هي عملية سيلكتيف كما يحدث مرات نحن لا نظن ذلك لكن سنرى بالنسبة للعمنيستي وبالنسبة للهومن رايتس ووتش والفيدياش وغيرها إذن الشيء اللي يمبشروا به هو أنه كانت العملية ناجحة جدا وكان راهي تأخذ الآن مكان أكبر فأكبر فأكبر داخل السياسة الإسبانية وستكون هناك جرائد ومواقع أكثر فأكثر تتكلم عن الموضوع داخل إسبانيا وكما قلت أيضا سيناقش الموضوع ربما أيضا في البرلمان الإسباني مما سيحرج الحكومة الإسبانية إحراج شديد ويقوي معركتنا معركة الأحرار جميعا نساء ورجال في هذه القضية هذه قضية مش محمد عبد الله مش شخص هنا هذه قضية مركزية وهي هل ينتصر هل تنتصر العصابة بحيث تصل إلى الأحرار في الخارج وتصبح قادرة على خطفهم كما حدث محمد عبد الله باسم تسليم وهو مش تسليم هو خطف في الحقيقة وتواطئ أم أن الأحرار يجعلون حياتهم جحيم ويخلوهم يفكروا خطرة أخرى مليون مرة بل يندموا هذه المرة ندم كبير أنهم مسوا أحد الأحرار وبغض النظر مش فقط لأنه قريب مننا ومناضل وهذا جع مهم لكن الأهم أنه إنسان حر يريد قيام دولة القانون دولة العدل دولة الحق في البلاد وترك كل شيء وراءه أهله والديه بيت نتاعه الوظيفة نتاعه الراحة اللي كان مرتاح الوظيفة المليحة وخرج باش يصبح لاجئ وباش يكشف الفاسدين والمفسدين وقد استطاع محمد عبد الله استطاع نشر أكثر من ميتين فيديو كشف فيها أحيانا أسماء مجرد ذكرها في الجزائر ترتعش لها الأبدان يعني هذا هذا اللي يراه الآن يحاول يضغط بكل طرق وضغط وهذا يحيى والحاج جاب له بالدليل من أنه كان قاتلا وسارقا في التسعينات وقطع صدر إنسان بريء فتحه بالبايونات ثم حرقوا بالنار هذا اللي عينوه كوموندون تعلاجون دارمري هذا اللي عينوه قائد الدرك بيش تعرفوا أننا أمام منظمة أشرار مجموعة أشرار واشنغريحة والجنرالات والكبار المجرمين إلى آخره فهذه إذن قضية هي قضية مبدئية بغض النظر على الشخص فما بالك أن هذا الشخص هو حقيقة وسيكتب عليه التاريخ إن شاء الله طويلا أنه رمز من رموز هذه البلاد رغم صغر سنه ورغم صغر تجربة نتاعه إلا أن بعض الناس أحيانا في الثلاثينات صمودهم وثباتهم خل ربما مستينات والسبعينات وتأكدوا أنه الجبل لو كان ما يمرسوش عليه تعذيب رهيب أو يعمرونهم بالأدوات وبالحبوب المهلوسة لن يقول كلمة واحدة ضد الحراك والحركين لن يقول مع أني أنا شخصيا قتلوا إذا لقدر له أخذوك ودوك سبنا كما تريد قال لي والله لن أفعل أستاذ لن أفعل أبدا قال لو كان جئت تستهل سب نسبكم لكننا نعرف من أنتم مع ذلك كان إذا هذا احتجاجات هائلة فشكرا لكل إخواننا اللي شاركوا فيها والحقيقة بدون ذكر الأسماء رهم مجموعة من الأحرار رجال ونساء رهم يقومون بأعمال وفي كثير من الحالات رأي على حساب صحتهم على حساب أوقاتهم على حساب أوقات ولادهم فرهم يقومون وكاين أيضا من الخفاء فهؤلاء أولئك أيضا نساء ورجال نحيهم تحية كبيرة لكن رأيكين الاحتجاجات الأخرى بطاعة الحال كثير من خاوتنا يسألوا على الاحتجاجات متى تكون في الغالب هذه الاحتجاجات ستكون في مادريد في نيويورك في موريال في لندن في باريس في بركسل في جناف هذا مؤكد بإذن الله الآن قضية التوقيت مربوط بالبيرميسي مربوط بالتحصيل لأن البلدان مختلفة إسبانيا مثلا تطلب 15 يوم تقول رأيك جاي من دولة متخلفة بينما في بلدان أخرى مجرد الإخبار مثلا هنا الإنجليز تخبرهم مرة أني سنجعل احتجاج أو مظاهر فقط مثلا في بريكسل الأمور أقل صعوبة من إسبانيا ولكن أكثر صعوبة من بريطانيا هي وسويسرا مثلا إذن خاوتكم رأيكم يشتغلوا في كل مدينة رأيكم فريق أو على الأقل منسق لهذه العملية وكلها ستصدر في موقع محمدعبدالله دوت أورج وفي صفحته على صفحة الفيسبوك وربما يخرج أنا ويخرج خاوتنا الحركيين والأحرار اللي رأيكم في القضية يتكلموا أيضا على الموضوع بالنسبة للمدريد لأن كثير من الناس سألوا متى راح تكون يا إما يوم 24 يا إما يوم واحد هذا هو المرجح طبعا ربما بعض الجهات الداخل الإسبانية تحب تعرقل هذا الموضوع لأنه بدأ يزعجهم بشدة لكن إذا ما كانش يوم 24 سبتمبر راح يكون يوم واحد أنا أعرف لماذا لأن بعد خاوتنا راح يكون يوم الجمعة هذه الوقفات في الغالب راح تكون يوم الجمعة في حالات استثنائية راح تكون يوم السبت فالجمعة الناس تشتغل في الغالب فيريدون خاصة اللي حين تنقلوا من أماكن بعيدة يريدون أن يعرفوا ماتا بشي شروليبي بشي موضوع لوتالي دايبة ليلة إلى آخره فنحن عارفين كل هذا لكن إخواني تأكدوا بمجرد ما تكون هناك التصريحات سيعلن عن التاريخ والمدينة والتصريح في نيويورك الاحتمال الكبير يكون يوم 22 أو 24 سبتمبر أيضا وهذه أيضا تكفلين بها أخوتنا هناك في أمريكا الشمالية والمدن الأخرى ستعلن تبعا لذلك لكن في الغالب ستكون أيام جمعة استثناءا ربما السبت أو يوم آخر الآن بالنسبة للناس اللي ما يقدرون يحضروا بطبعا هذه الاجتماعات هذه الاحتجاجات أنا عارفين كاين طرق أخرى عندكم تعمل بحث سريع تحط فيه الأسامي مش عارف إلى المساعد كنوضحهم من قبل عندنا في صفحة أم لا لكن سنحاول وضعهم مرة أخرى لكن تعمل بحث في جوجل جيب أسامي الحكومة الإسبانية يخرجوا الكامل جيب أسامي السفارات الأجنبية في إسبانيا يخرجوا الكامل جيب أسامي القنصليات الأجنبية في إسبانيا يخرجوا الكامل جيب أسامي البرلمان الإسباني والبرلمان الكاتالوني وحكومة كاتالونيا والحكومة المركزية يخرجوا لكم هذا بحثوا لهم جميعا الحمد لله كل شيء باطل كل شيء إلكترونيك بالإيميلات بالفيسبوكات بالتويتر تويتر تاحهم فيسبوك تاحهم خاصة تويتر ولكن أيضا فيسبوك ولكن أيضا الإيميل ورسائل رسائل إلى كل الشخصيات الإسبانية سواء الحكومية أو غير الحكومية وخاصة الحقوقية واللي في الغالب تناصر الحقوقيين في إسبانيا فقط؟ لا نرفعوا القضية أيضا باش نخلوهم يندموا عن نهار اللي يفكروا فيه نرفعوا أيضا نكتبوا للبرلمان الأوروبي نكتبوا للأجهزة الأخرى هنا مراناش نتقربوا منهم قدمونا هدية ولا عاونونا لا 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 رأنا هنا في عملية نايم بلايم أنت شايم في عملية لفضح العصابة وطواطع جهات إسبانية معها ولذلك يجب الأوروبيين يعرفوا طواطع الحكومة الإسبانية أو أجزاء داخل الحكومة الإسبانية في هذا الموضوع ثم هذا يفتح المجال على القهر اللي رغم وجود في البلاد على خاوتكم اللي رغم يعتقلون لم يكتفوا باعتقال الصحفي حسان بوراس كما ذكرت لكم قبل يومين أو ثلاثة ولكن أعتقلوا حتى المحامين رغم يهدوا حتى في المحامين بش يسجنوهم رغم يخوفوا في المحامين ولذلك استوصوا بخاوتكم المحامين استوصوا بيوم خيرا ما تزعفوش منهم ما تقلقوش منهم وكتسمع منهم كلمة والله عارفوا باللي رغم تحت الضغوطات وتحت خاصة المحامين الحركة يعني لأنهم حبين يحطوهم تحت المتحنة حتى فيما يتعلق بمحمد الداخل الموضوع تعالى المحامين رغم يضغطوا عليهم كي يتأسس عليه خوفوه إلى آخره وهذا كله رغم يزيد عليهم في الفاتورة الموضوع الآخر قضية الكميتي انترناصيلا رغم يتتشكل رغم يتتشكل وكل يوم يومين رغم يضاف اسم مهم على الساحة العالمية بش أيضا يتم إشار القضية إلى أكبر أماكن ممكنة كان مذبيا نزيد نتكلم في الموضوع هذا لكن نشوف بالليل نقترب من 90 دقيقة لكن رح نرجع له إن شاء الله إما غدا أو بعد غد رح نزيد نرجع بعض التفاصيل المؤكد أنكم ستجدون كثير من المعلومات في الموقع الجديد محمدعبدالله.org ستجدون فيه معلومات فيه عنوين القنصليات والسفرات والعالمية خاصة في إسبانيا الأجهزة كلها لفضح هذه العصابة وطبعا لما نكتب على محمد عبدالله هو عنوان لكن رهم الجزائريين الحرار رهم يتعرضوا لضغوطات شديدة وأنهي حديثي بحديث عن 5 أكتوبر بعثوا لي كثير من خاوتنا يقولوا ما رأيهم في 5 أكتوبر إعادة الحراك في 5 أكتوبر إلى أنا رأيي الخاص وأعتقد أنه رأي حركة رشاد وأعتقد أنه رأي كثير من أخوتنا الأحرار اللي قراب مني اللي قروها في الداخل نحن سندعمكم فيها أنتم قروا في الداخل إذا شفتوا 5 أكتوبر فهي 5 أكتوبر يوم راية لأن هذا يوم تاريخي وستكون هذه المرة الذكرى 33 33 سنة على 5 أكتوبر فقد يكون يوم راية لكن يجب أن تكون خلينا نقوله كونتر خطة تعتبون لازم تكون خطة ألف وبا وجيم ودال لأنهم شفناهم المرة الماضية في 5 أكتوبر العاصمة غلقوها بعناصر القمع فمليح أنهم مثلا ماذا لو يكون قبل شوية في عمليات خاطفة ومش شرط معلن عليها بشكل كبير خاصة أهل المدر الكبرى ماذا لو يكون بعد 5 أكتوبر أيضا بحيث أنك مهم جدا أنك تلف لهم الجرة ما يعرفوش واختش الناس يخرجوا لكن 5 أكتوبر تاريخ رمزي مهم جدا إذا توافقتم عليه في الداخل إذا انتشر وأصبح هو الأصل في الداخل فنحن ندعم وإذا لم يخرجوا الناس 5 أكتوبر اطمئنوا فالناس ستخرج تخرج الناس ستطحن طحن الموضوع وصل إلى الموس للرقبة الجوع يتمدد البطالة تتوسع البطالة تتوسع الأسعار ترتفع الكوارث رهي بدون حدود والعصابة عايشة في عالم آخر لكن التحذيرات جيدة عمليات خاطفة مهمة عمليات ليلية الآن نهار قصير وبالتالي مثلا إنسان من السبعة السبعة ونصف يقدر يدير عمليات خروج ليلي ولو محدود كل هذا ممتاز قروا إخوانكم في الخارج سيدعمون قراراتكم أو مواقفكم لأن الهدف دائما دائما هو دولة مدنية مشي عسكرية ومدام هذا الهدف متفقين عليه ومدام القضية هي إنقاذ الجزائر من هذا المصير المجهول الذي يذهب به الجنرالات إليها فنحن سنبقى إلى آخر نفس بإذن الله كانت كاينة مواضيع أخرى لكن دائما الوقت خلوها إلى غد أو بعد غد حياكم الله إخواني جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر